استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع المهندس كريم أبدوي وزير البترول والثروة المعدنية رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة أكد مدبولي أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعا على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطع وركز اللقاء على الجهود التي تجرى حاليا للتواصل مع مسؤولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب وجدولتها والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال ترجمة نانسي قنقر